اشتركوا في القانون عام ١٩١ مارس ١٩ الذي أسس للتبرع بالأعضاء في تونس التبرع بالعليش عام ١٩ على خاطر عام ٨٦ صارت الكنفيرانس انترنسيونال اسلاميك في سعودية والذي قالت راهو بالنسبة للأمور الدينية هذا حاجة مسموح بها والمفتي في تونس قرج الفتوى مسموح بها بدأت عام ١٩ والقانون ينظم زوز وضعيات التبرع من عند إنسان حي والتبرع من عند إنسان في حالة موت دماغي عند إنسان الحي يجب أن يكون راشد في ١١١ عام في كامل مديركو العقلية ويجب أن يكون أعطاء الموافقة الصريحة من رئيس المحكمة الابتدائية للوحدة ويجب أن يكون الأعضاء التي لا تؤثر على حياته هو كما الكلاه يجب أن يجب أن يكون الكلوة والأقارب والأبوه أو أمه أو أخوه أو أخته وهذه أكثر عمليات التي نعملها مع أنت أكثر من ٨٠٪ من العمليات من زرع الكلاه يأتي من عند مديركو عام يبدأ 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 عندها حياته ويبدأ يبدأ أن يكون يحذب ويبدأ كيف حياته ما لغزمون لم يعد أن نعيش حيث يصفي ٣٠ أيامات في الجمعة لم يصفي شيء يبدأ فيه تعب لا يجب أن يقوم سيقوم ويعيش حياته هذا يجب أن يشجع ويعطيه هذا يجب أن يكون ثم التحاليات وكل شيء يجب أن يكون ثم تناسق بين المعطيات التي توجه وهو معنى الطبية الجينية وكل شيء في الوحدة هذه الحالة الثانية هي المتبرع من موت الدماغي وهنا بالقانون يجب أن يكون موت الدماغي معنى الموت الدماغي هو بالقانون يجب أن يكون الدماغ متوفي لكن الأعضاء الأخرى باقي الأعضاء الرئتين والكلاوي والقلب يشدونهم إصطناعيا الموت الدماغي هو طبيا وقانونيا معنى متوفي لذلك ماذا نفعله؟ في وقت الذي نفعله موت الدماغي والقانون نظم فيها هذه الحكاية يجب أن يجب أن يجب أن يفعلوا التشخيص الموت الدماغي والأطباء لا يكونوا تابعين للأخذ أو الزرع الأعضاء أول شيء لأن تثبتوا إصطناعي متبرع أو لا على بتاقة التعريف متبرع على بتاقة التعريف هذا القانون من عام 1999 وهي سهلة يسر للناس لتعملها ويذهب إلى المركز صح على ورقة سيصبح التعريف الأمضة من طرف رئيس المركز ويضع له متبرع على بتاقة التعريف أهداف المركز هو بزارة الأعضاء ومن الأهداف زيادة كيف كيف انتع هذا الماراتون الأخضر لفوليفي يجب أن يكونوا سبتوا لحد الذي نحسه بالعمل الذي يجب أن يضعه مقتنعين متبرع وديار هنا يشكرون مصالح الشرطة الفنية والعلمية الذين يأتي ويبدأ لديهم خيمة نهارتها والعملية سهلة يسر يجب أن يجب معاهم زوز الصور ويضع لهم متبرع هنا يراه كيف نضعه متبرع لا نغيره حتى تشاهد في بطاقة التعريف نفس المعطيات نزيدها كلمة متبرع نحن نضعه متبرع وقتها نوليه العدد من المتبرعين يكثر على خطر اللي اللاحظوا فيه وقت اللي لم يكن هناك واحد متبرع على بطاقة التعريف نتعديه للعائلة والعائلة كما تعرفوني القانون ينظم يقول لك الأبناء ثم الأب ثم الأم ثم الأخوة والأخوات لكن ساعات تلقاهم في قائمة حياة ولم يتحدث معهم نجم يعطيهم حتى القرار عكس اللي كانت في بطاقة التعريف لذلك يجب أن نشجعه لكي تضعه متبرع على بطاقة التعريف